إذن كيف تباتي دكتور كان مؤخرا مجموعة للأباء والأمهات اللي خرجوا للعنان تحت الجوع لمطالبات المدارس للتلاميذ ولداتهم بضرورة لإدلاء بجوازة القيح أو تكون الدراسة عن بعد يعني ما شي حضورية اليوم كينحسن في هذا الموضوع شنو قراءتكم أو تعليقكم دكتور على الموضوع طبعا إذا جئنا نتكلموا في هذه السياسة اللي نهجها الحكومة اليوم خاصة السلطات اللي يمسؤولة على الحملة دي لتلقيح نبغا توصل للمناعة الجماعية مع معنى الجماعية لحسب الأطيبات يتكلموا على 80 الفوق 80 الفوق ديال نسبة المئة واليادة الأشخاص اللي معنيها بهذا تلقيح حيث مش يكون شاي تلقيح وإحنا إذا كنا 35 مليون أو 40 مليون إذا نغسنا نشوفه 80 الفوق ديال من العدد اللي معني بتلقيح علاش بغا توصل لها المناعة وعلاش كاتجري هي مقتناش سبب رسميا مقتناش سبب ولكن بزاف ديالأسباب يمكن نقوله من ضمن الأسباب يمكن خايفين من الأنفلوانزة اللي غادي تجي في شهر دوجنبر العادية اللي مرة فكرة تجي في البرد مثلا بالإضافة لها التحولات دهور متحورات أخرى اللي رهدها بنازلة من أوروبا ومن الدول اللي بعيدة شوية لنا ولكن رهدها يقولوا جاية فإذن هي بحل اللي بغا تستابق هاد الحملة اللي جاية وهذا الموجة لا قدر الله نعم المجرابة اللي يمكن نقوله مجرابة اللي يمكن المغرب يتعرض لها وما تقولوا لا محالة أي تخصنا نستعدوا لها بهذا اللقاح بهذا الكيمية باش نوصلوا للمناعة الجماعية مزيان إذا كانت غادفت سياسة فبغت تحصن المدارس والمدارس نحن نعرفه بأنه العدد دي التلاميذ راتبك الله يمكننا أننا تفوق المليون لما خانتنيش الدكرة سبعة المليون دكتور لا ممكن سبعة المليون دي التلاميذ لما خانتنيش الدكرة هذا رقم كان رسمي دي الهد السنة للتحقب المدارس وراء عدد يعني كبير بزاف دي التلاميذ اللي معنيين بهد هتلقي هذا خاصنا نردو بالله إذن خاص نوصلوا لواحد العدد كافي باش يمكن التلاميذ يعني يكملوا الدراسة دي لنا وتكون الدراسة هات السنة إن شاء الله تكون حضورية لأننا راحنا شفنا كل شيء كانت يعاني لمنحية الجودة ولا منحية الفعالية ولا منحية الاهتمام ولا منحية المادة ولا الموضوع يعني دي التدريس ندرنا عن بعد يعني غي قضينا باش مع طلاب باش ما نخرجوش بالسنة من ديلو تشي حاجة وتلامدي تشغلو في ديورهم يقروا شي شوية يعني حسن منوالو لحقنا هي 30 و 40% من الهدف دي التدريس راحنا لبس علينا على أين إذن باش يكون التدريس حضوري وتمشي السنة في أمل لا كانت مننا كانت مننا يعني مني نوصلوا لعدد دي المناعة ندوي السؤال يعني كي تطرح وهنا في الخبراء اللي يخصون يجاوبوا واش بالصحي لو وصلنا لـ 80 أو 85 يعني العدد اللي تيقولوك إن منعها جماعية واش فعلا غي ينقص عنا العدد دي المصابين يعني واخد جي حملة هذي نكونوا إحنا يا نقدرون واجهوها هذا هو السؤال عندي اللي كي تطرح إذن باش نرجع للسؤال ديالك مباشرة ما كانش مكلي نجاوب لما نقولو هذي الحيتيات هذي الوزارة لحد الآن ما خرجتش بشي بيان أرسمي اللي كتقول تلقيح إجباري في المدارس ولكن تنظن أنني شفت في الخبار تلفازها المغربية البارح كيتكلم كيتكلموا في الوزارة تكلموا بأنه أعطى واحد الأجل ديال جوج الأسابيع المدارس قبل ما يلزموا يخرج إلزامي تلقيح داخل المدارس يعني اللي بغا يقرحوا دوري خاصوا يدير تلقيح واللي بغا يبقى في داره ره ما غديش يدير تلقيح يدنعطى واحد الأجل ديال 15 ليوم بعدها كما كان الحال هو كان بعدها واحد الأجل ما شي جاء أو 24 ساعة وقال غاد ينديرو ولكن ره ما كانش حاجة رسمية الوزارة يخصها تخرج باين الحديث المذكرة فقط دكتور اه كنا مذكرة حديث تعليمي ما عندنا ما توصلناش بها مكتوبة ما كنش باهين ما كنش بالاغ ما كنحتاش حاجة لدفتر وزير الوزارة رسميا باش نعرفوا صحة هذا الكلام هذا ولكن المدارس اللي وصلهم اللي كنت تتكلم معهم تيقول لك هودير اعطونا واحد الأجل اللي جان جات من الوزارة اه تعطى تعليمات فقط عبر الهاتف قلنا عندكم واحد الأجل ديال 15 يوم يلا هدبروا الأمور ديالكم من بعد راضي جاء تلقيح اللي بغا يلقح اللي بغا يقرأ حضوري يعني ربطنا الدراسة الحضورية اليوم بضرورة تلقيح دكتور او لا اجباري بالنسبة لتلاميذ راح نردباج بحلقة ندوره ان ذاك الحلقة ديال تلقيح ليس اجباري ولكن بغيتي تخرج قسك جاوز تلقيح تلقيح في المدارس ليس اجباري ولكن بغيتي الدروس تكون حضورية قسك تلقيح اذن ما عرفش هاد هاد المأزق اللي تحشينا فيه احنا ما بين القانون كي يعطيك حرية الاختيار انك هاد تدير تلقيح او ما تديرش تلقيح ولكن المصلحة هاد شي دبال المسؤولي انت يقولك المصلحة تقتضي ان كل شي يلقحه بتاريخ سنندفعو الناس باشي يلقحه اذن ندرنا هاد 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 الجواز دير تلقيح والمدارس غاد يرجع فيها تلقيح اذا بغيتي تتقرح حضوري غاد يدير فيها تلقيح اذن ارا تتقرسك ارا مش شدود مش شدود اذا ما انا تنقول اللي صعيب بالنسبة لي يدير تلقيح هو هادك اللي مريد والطبيب قال له ما عندكش الحق تدير تلقيح انا هادك بالنسبة لي خصو شهاده باش يحمي راسه ما قدرش يتحمي لا هادك خصو شهاده باش في ما مشاه هادك شهاده دير الطبيب المعالي جيلو هادك شهاده مع الاتف غير معتمد دكتور لا هادك ستكون جواز هادك خصوه واتيق من المندوبيا ديالوزارة الصحة كله يتحرك ولكن من دوبيات بغيت انا عاد عطي الباقي يجاوبوني وقلوا لي ودي هادك السيد اللي يمسكين مريد بالصح وما يقدرش يدير تلقيح را خطر عليه يخرج خطر عليه يتلقى مع الناس اللي يوم ما عندهم فيروس اذا هادكش را كل شي أنا تبلي نسبي والله يدي تتوقع في مش ديتي شي طريق كتتحول تقلب فيها أنا سنقول الله يحسن عواني ذا مسؤولين اللي هم اللي يخصون يخذوا قرارات وكما أخذوا قرارات متسرعة ولا رازينة ولا تقيلة ولا أخذوا والآجال ها أنت دبت المدراسة هاو مع طوام 15 اليوم وحنا عنا نقطة السيفة مواجد دبت تلميذ يخصون لازم يدير تلقيح باش يحضر وإلى غدي تحرم من الحذور وتم دروس حق دستوري وحق تفا حق دستوري اللي كتخذنا حق الطفل تقول لك حق في التمدروس واش التمدروس عن بعد واش هذا التمدروس يعني ها احنا قد ندب التلميذ غير تحرم حقه إلى مدرش تلقيح على أين الناس اللي المسؤولين نتقولها دائما احنا رأى سهل علينا مليزا نكونوا مور ميكروفون في إدعاء ولا في تلفازة وتمقى ونتقلوا المسؤولين ولكن هما رأوا ملي في الواجهة وهما يخذوا قرار وهما يتحملوا المسؤولية ديالهم احنا نحن نبحث على معلومة دقيقة دكتور باش نوصلها المستمعات المستمعين لحب الآن ما عندناش معلومة دقيقة ما كيناش نهائيا شي واحد ليقول لك عندنا معلومة دقيقة ولكن الإنسان دائما تخصو يتحمل مسؤوليته كمواطن اللي اللي بغي تلقح رأى عنده طريق ولكن يقلس في الدار ما يقضي حتى شي غرد حتى إدارة ما يمكن يقول دوطور خصو يرد باله باش ما يعرض هذوك الناس اللي ما ملقح دبات تخيلي معايا اللي ملقح اللي ملقح كين هناك أصوات تنادي تتقول لك عشان أنا نقلس في مقهى وجي يقلس حدايا واحد ما ملقحش وتخيلي باش قد كات شيرها نسب رافين ممش ذي كين تجاه فلي هذا تخص الإنسان يمش في واحد تجاه اللي كون شوية في شوية العقلانة في شوية الرزانة وفي شوية الحس الوطني وحس المسؤولية وحس التضامن وحس أننا كنا مغاربة وحس نشوف ما هو أصلح لبلادنا نعم برجوع دوكتور الرقم التلاميذ هو 8.733.000 تلميذ وتلميذة منهم 985.428 طفلة وطفل مسجرين بالتعليم الأولي هذا هو العدد الرسمي لهذا الموصل ما هو التعليم الأولي 985.420 نعم 428 طفلة وطفل مسجرين بالتعليم الأولي هذا لم يكن معنية شهدوا تعليم الأولي فقط أعطيت الرقم للتلاميذ لا غير معنية دكتور نص 12-17 ومالي معنية بتلقيح 12-17 سنة هذا التعليم الأولي كان 6-7-7-8-9-9-9-9-10 سنة يعني تمانية المليون هي المعنية دكتور معنية الحقيقة والله ما يستير أمين يا رب شكرا دكتور معلومات اليوم سمعينا إذن اليوم كان موضوع تأجيل مطالبة المدارس الأولياء الأمور بإدلاء بجواز تلقيح الخاص بالوليدات المتمدرسين لمدة أسبوعين إضافيين إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة